ضيفتي في هذه الفقرة قادها مشروع تخرجها لتكون الكويتية الأولى التي تتبوى المراكز الأولى في معارض للمخترعين وتكون المخترعة الأولى أيضا على صعيد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والتي وضعت في عام 2003 فكرة لمشروع تخرجها وما كانت تدري أن هذه الفكرة ستضحها في لائحة المخترعين الكويتين بل تحملها مسؤولية تمثيل الكويت في المحافل الدولية والعربية رح نرحب معكم أكيد بضيفتنا المبدعة المختارعة مريم الحسين حياة شاء الله معنا في شاي الضحة نورتنا يهلا فيكم حياكم الله يهلا فيك أستاذة ومشاء الله عليك براءة اختراع ونتخر أن هناك كويتيات يساون الإنجازات هذه وودنا تشوقنا صراحة أن نعرف شنو الاختراع اللي اخترعتي وخذيتي عليه براءة الاختراع هذه أول شكرة لكم استضافتكم هذا البرنامج المشروع هو عبارة عن تخرج يعني كان مشروع تخرج في مجال تخصصي هندسة كمبيوتر عبارة عن ريشة الدريل مع مبرد الميزة أن الريش موجودة عندنا لكن الميزة اللي أنا يعني في اختراعي أن يدمج ثلاث وظائف بريشة واحدة يحفر ويبرد يسوي أشكال هندسية مع تمليس بريشة واحدة يعني الشغلة دريل نفسها مو بالجهاز بالبت نفسها فأنا كان الاختراعي في البت نعم هذا الله يعني أكيد فيه أشخاص يدعموش وشجعوش أنت توصلين لهذه المرحلة لكن في البداية هل كنت متوقعة من خلال هذه الفكرة راح توصلين للعالمية وتكونين مخترعة كويتية مثلين لكويت في المحافل الدولية أبداً كانت بالبداية رسومات وحتى المشجع الأول لي يعني المسير في براءات الاختراع وهذا الطريج استاذي المهندس على الخميس فهو كان أول من وجهني أن هذا الفكرة اختراع فهو عبارة عن رسومات كانت مجرد كانت ريشة واحدة فبعد ما بشيت بالتسجيل مع الناد العلمي مع المؤسكوة التقدم العلمي فحولت من ريشة إلى ست ريش بنوعين فاعتبر مثل العدة الكاملة إن شاء الله شيء حلو بس فكرة نفس هذه وكسيدة كويتية أن تصمم يعني تخترع شغلة نفس هذه شلون يتلجل فكرة هذه موين سوحيتها هي فكرة أساساً عندنا مادة درس نوعية المبارد في نوع ترترا في المبرد اللي هو على حسب أنواع الماتيرية المستقدمة خشب كونكريت ألمنيوم فمنطلق هذا الفكرة صممت لي ريشة غير الموجودة وللعين ترى أنا بحثت عنها بحثت عنها في السوق الكويتي بحثت عنها في الانترنت حساس أوجد لها كشبيه لها لأن برات الاختراع لا تسجل إذا كان لها شبيه هذا الميزة في برات الاختراع فالحمد الله انتسبت الناد العلمي وسجلها لي حلو حلو ونطرين بعد احنا اختراعات أكثر سيدة مريم دائما يحصرون المرأة في إطار بعض الأشخاص في إطار معين يعني أن السيدات بس لهم حق أن يتكلمون في أعالى مثلا الأزياء والفاشن لكن حضرتك اختراحتي أمور خاصة نوعا ما من وجهة نظر المجتمع يعني شوي ذكرية كدريل وريشة ومبرد فشن ردت على الناس اللي دائما ينظرون للمرأة بالطريقة هذه وحطينا فيها الزاوية بس لازم ما نطلع منها لا بالعكس أنا أول شيء تخصصي هندسة كمبيوتر بعيد عن المبارد ويعني ممكن فيه نبذة عن نوعية بس كاختراع مبرد وفعلا تخصص رجالي لكن بالاختراعات طبعا ما نحتكر أنه لازم يكون عنده شهادة أو الاختراعات لا تحصر على أنه بعمر معين أو أنه لا تحصر على تخصص كرجالي أو نسائي الاختراعات مفتوحة يعني كثير من الاختراعات اللي يستخدمها النساء المخترع رجل فهذا يكون شيء متبادل وهو توارد أفكار على المخترع فخلاص أول ما تيه للفكرة خلاص يبتدي نفذها يعني ما يعقى شيء شغلة حلوة أن تبتدون مثلا تعطين يعني الهام حق الباجي للطلبة أو السيدات الكويتيات وحتى الشباب أنهم يخترعون الأشياء هذه وأكيد لما تشاركين في المعارض رح تصادفين الناس من الطلبة من اللي عندهم الهوايات هذه اللي ممكن تكوني أنت دافع لهم فشنو المعارض اللي شاركت فيها وهل شاركتي معارض اختراعات؟ أول معارض شاركت فيه في جنيف 2006 كنت أول مخترع كويتية تشارك معارض الاختراعات وللعلم كان بدافع تشجيع من دكتور عمر البناي مدير مركز صباح الأحمد حتى قال لي كلمة قال لي مريم أنت رح تدشين الموسوع الكويتية اللي هو كأول طيار أول مهندس أول طبيب فللعلم كنت ماخذة البتن في بدايتها ففعلا شاركت في جنيف حصلت على الذهبية كانت أول مشاركة المشاركة الثانية 2007 في معارض كويت الشرق الأوسط كان أول معارض يقام هم حصلت على المدالية الذهبية وكان في هالمعرض هذا متواجد اللي هو المؤسسة الأمريكية الوايبو لحفظ حقوق الملكية الفكرية متواجد من المعرض اختارتني كأفضل مخترع بالشرق الأوسط كنت أول كويتية تأخذ هذه الشهادة وهذا المدالية بالأضافة إلى كانت دعوة من الأمانة العامة دول مجلس سعار الخليجي كتصفية أولية على مستوى الكويت تصفية ثانية على مستوى الخليج كانت أولا لدورة تقام اللي هو دورة رواد الإختراع فست المركز الأول على الكويت وفست بلقى مخترعة الكويت الأولى بالإضافة إلى التصفية الثانية بالرياض بالأمانة العامة في لقب مخترعة الخليج الأولى كان هذا 2013 تستهلين وإحنا فخورين فيك كنت سيدة كويتية وصلت إلى هذه الإنجازات على مستوى عالمي ودولي فيه بعد شغلة كان استضافة لي من فرنسا من الجمعية الأوروبية في 2016 فهذا الاستضافة عن مفاجأة لي أنهما كانوا منصبيني نائب رئيس شرفي الجمعية الأوروبية الفرنسية في فرنسا بالإضافة آخر منصب خذيته الذي هو نائب رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين وأكيد المخترعين في الكويت يستاهلون ويستحقون الدعم وتصييط الضوء على إنجازاتهم واختراعاتهم أيضا جوائز كثيرة حصدتها استاذة مريم من خلال هذا الاختراع متى نشوف الاختراع في الأسواق أتمنى إن شاء الله يكون موجود وأتمنى يكتب عليه اختراع كويتي بس لغاية الحين لم يتم تنفيذها كيف لم أعطى الموضوع؟ أول شيء ما فيه متبنين ثاني شغلة فيه خيارات لنا بس كل خيار لعواقب مثلا أعطونا حالة اللي أخذت دورة كوفمان في الصندوق الكويتي في الصندوق الكويتي للدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة دراسات جدوى على أن نسب معينة نحن نتمنى أن يساعدونا بهذا الشيء نعم نحن صاحب فكر أنا صاحبة فكر أنا ما عندي حط معي مشروع 20% هذه الشغلة الشغلة الثانية مثلا أنا صاحبة فكر لكن مو صاحبة دراسة سوق دراسة جدوى يعني المشكلة أنه فيه عندنا خيارات بس كل خيار عندنا فيه مشكلة فيه ما نقدر نتواصل بالإضافة إلى ما فيه متبنين من الكويت نتمنى الأمانة يكون فيه متبنين لأنه أكيد هدفها أستاذة مريم كان أن تشوف هذا المنتج الناس يستخدمونه يكون متوفر في الأسواق وأتمنى لأن كل معرض أشارك فيه دائما جهول الكلمة إذا صنعته إحنا شرائين أتمنى أنه يتم تصنيعه بالكويت مو بره الكويت زين أستاذة مريم الحين الكويت يعني قاعد تدعم المخترعين قاعد نشوفها تهتم فيه وتدعمهم يمكن التمويل هذا يكون من أطراف ثانية لكن كدعم من دولة الكويت وتكريم لكم إش رأيتش بدور الكويت بدعم المخترعين نقطة الأودة دعم المخترعين متواجد الحمد لله في الناد العلمي مؤسس كويت تقدم العلمي لأضافة حالية من 2010 مركز صباح الأحمد لمهو بالأبدع فيه دعم كتسجيل برهات الاختراع طبعا على حساب الدولة فيه دعم كمشاركاتنا في خارج الكويت طبعا مشاركات الأمانة لا بالأمانة مشاركة فرنسا على حسابي بس كسوري يعني ك اللي هو في جنيف كان على حساب اللي هو الكويت بالإضافة إلى يعني ك بروز دورنا في الاختراعات اللي فيه مجال المعارض الاختراعات الدولية كان عن طريقهم النقطة الثانية اللي هو كتكريم لم نحصل على تكريم أنا بالنسبة ليتكلم حصلت أول تكريم لي كان من محافظة تحول لي وتحية للشيخ أحمد النواف يو الله يعطيه من العافية كان تكريم في فبراير للمنصر كنت نائب رئيس الجمعية الكويتية لدعم المختارعين المختارعين في الكويت يعني هل أعدادهم في الزياد وشلون اهتمامكم كجمعية يعني في احتواء هالمختارعين والمبدعين عندنا في الكويت بالنسبة لجمعيتنا هي يعني جديدة لإنشاء في 18-12-2016 الجمعية طبعا إنشاءنا في طور شنو نبنى ببرز دور المختارع الكويتي نبنى نحقق إنه هو شنو المعلوم يعني فيه معلومة أحب أوضحها المختارعين دايما يحبون تشجيع المعنوي قبل التشجيع المادي فإحنا ما أقولنا في تقرب بالعكس بس إحنا نحتاجه إحنا نحتاج هذا التشجيع فإحنا دور الجمعية أول شيء نبرز دوره نبرز اقتراعاته بالإضافة إلى أن أنا متواصلة مع أجهات خارجية برا الكويت رح نربط المختارع الكويتي بالمختارع اللي هو من جميع الدول سواء العربية أو غير العربية عن طريق وزارة الشؤون طبعا موافقاتها بالإضافة نبرز اقتراعاتهم يعني أوكي أنا اخترع وأخلي اختراع أخذ على الشهادات وش الفايدة طيب ش اللي يثبت لي نجاحها غير لما يتنفذ طبعا ممكن هذا الجمعية تفتح أبواب إلى تسويق الاختراعات الكويتية شغلة حلوة أن تتسويق الاختراعات وتصير فيه اختراعات باسم الكويتيين والحين اختراعج الأولي إن شاء الله يعني نجح وايد ما فكرتي تخترعين شي ثاني أو ببالج فكرة ليجي الدام حتى لو ما تبينها لكن هل عندش فكرة ليجي الدام لاختراع أنش تبكتوينها والله في فكرة بس كنت أتمنى يعني هي فكرة يعني بعيد عن مجال التخصصي هي مادة طبيعية لحشوات الأسنان والتجميل بس مشكلة اللي واجهتها أنه ما في بيبان تفتحت لتحليل هذا يعني ما رح أفكر أحد بس الأبواب ما تفتحت لي أن أسوي تحليل هذه المادة فاضطريت أن أحل المادة في البيت بس هل يعتمدونها؟ ففي اختراعات بس أنا ما قدر أكود علي اختراعات وهو نجاح الاختراعات مو بالكثرة نجاح الاختراعات بتنفيذ الاختراع نفسه صح يمكن عندك واحد اختراع يبلك يعني الناس كلها تابعهم يمكن عندك خمسين اختراع والاختراع يستغل أو يمكن استخدمه أنا يقاس فعلا أن نجاح هذا الاختراع لمن يكون فيه مستهلكين لهذا الجهاز أو الاختراع والمجتمع يعني يستفيد من هذا التطور في مجال العلم خاصة أنت عندك فكرة خاصة في الأسنان وعالم الطب في تطور ومحتاج مخترعين وناس مبدعين لتطوير هذا الطب وهذا العلم للأمانة نحن فخورين جدا في إنجازاتك لاتي إيسين كاملي لازم يكون عندك طاقة إيجابية لأن أكيد المخترعين المبتدئين يستمدون طاقة هذه منك هل في أشخاص يستشيرونك مريم؟ وعلى فكرة من الكويت وخارج الكويت شلون خارج الكويت وأنا أحب أطلب من خلال هذا البرنامج سويت مشروع على مستوى الدول العربية مشروع منظمة في العلم والبحث والاختراع في كانت ترشيح أن كل دولة عربية كان لها ممثل لها في هذا التجمع فرشحها الكويت أن يكون المقر الدائم لهذا المنظمة سويت الملف التأسيسي وكلها بس أتمنى الجهات المختصة يعني أنها تساعدني تفتحي الأبواب أن أنفذ هذا المشروع بالإضافة لأنا متواصلة مع عزارة الخارجية أنا مو ماشي بروحي فأتمنى الأبواب تفتح لي بالنسبة للمخترعين خارج الكويت من السعودية من عمان من الإمارات دائما يستعينون فيني يعني أبسجل اختراعي يعني حتى السعودية تواصلون معي يبي يسجلون اختراعاتهم بالسعودية فأنا أطور أن أنا متواصلة مع الأمانة العامة مع جميع الدول العربية حتى الأوروبية فكنت أساعدهم في أن أوجههم أوصلهم بالشخص المختص يعطي الشرعات يا أستاذة مريم استمتعنا بالحوار ويا شوائد ونتمنى تكونين دافع حق كثير من الشباب أنهم يعطون اختراعات أحسن وأحسن شكرا لك أستاذة مريم الحسين أول مخترعة كويتية معانا كانت في الستيديو لكن من خلال هذه الفقرة مع زميلتنا أسماء سيف سنشوف أول ميكانيكية كويتية صاحبة جراج والتفاصيل سنتابعها في هذه الفقرة ترجمة نانسي قنقر